اشتركوا في القناة وقت تدل على المال المدخر من صاحب الحلم إذا كنت تحلم بأنك ترى الهيكل العظمي لشخص ما تعرفه فهذا يدل على افتضاح أمره وانكشاف أسرار ويقول الشيخ النابولسي أن رؤية العظام في الحلم بتدل على حصول أمور عظيمة أما رؤية العظام المكسورة في المنام بتختلف لطبيعة الحلم إذا كان مريض فهذا يعني اقتراب أجله وإن كان معافي يعني أنه سوف يمرض إذا كنت ترى في الحلم أن عظامة قد أصبحت من العاج فهذا يدل على اكتساب المال الحرور إذا كانت المرأة عزباء وتحلم برؤية العظام وهي تخشي منها فهذا يدل على اقتراب وضوح الأمور التي تخشيها وكانت قلقة بشأنها أما إذا كانت المرأة متزوجة ترى في منامها رؤية عظام زوجها فهذا يدل على مروره بالعديد من الأزمات والمشاكل أما إذا رأت عظام زوجها مغطى باللحم فهذا يدل على انفراج همومه وتخطيل مرحلة صعبة في حياته إن رأة المتزوجة عظام شخص ميت تعرفه فهذا يدل على احتياج هذا الميت لإخراج صدقة من أقاربه إذا كانت المرأة حاملا وترى إنها تحمل عظام الحيوانات دون خوف فهذا يدل إنها ستحقق كل أمانيها التي كانت ترغب فيها أما إذا كانت المرأة الحامل ترى هيكلا عظميا لشخص مجهول فهذا يدل على اجتيازها ومرحلة الولادة بسلام رؤية العظام في المنام للمطلقة دليل على مرورها بأزمة مالية أو صحية أما إذا كانت ترى العظام لحيوانات مفترسة يدل لذلك على حل كل مشاكلها وانفراج همها والله أعلم ورؤية تفسير عظام الحيوانات في المنام إذا كانت تحلم بعظام البكر والخراف دل لذلك على سعة الرزق والخير الوفير أما إذا كان الحالم يرى في المنام حرق عظام الحيوانات فهذا يدل على توفيقه في مجال عمله أو رحب اتجارته وإذا كانت المرأة العسباء هي من تحلم بعظام الخراف فهذا يدل على اقتراب زوجها أما رؤية عظام الكلب في المنام بيدل على شعور الرأي بالندم الناتج عن فقدان شخص عزيز عليه كما إن رؤية عظام الكلب الميت في المنام دليل على اقتراب المصائب أو موت شخص قريب رؤية عظام القطط في المنام بتدل على كذب المال من الحرام أو تحقيق النجاح لكنه بشكل مؤقت والله أعلم ورؤية عظام الميت في المنام بتدل رؤية عظام الميت في المنام في عمومها على قدوم المصائب للحالم وإن كنت ترى الهيكل العزمي لشخص ميت فهذا يدل على قلة المال أو الفراغ العاطفي لكن المصيبة في من يرى إنه يكون بنفس الكبور واستخراج العظام لإنها تدل على كذب المال من الحرام والغرق في المعاصي والله أعلم وابتدل رؤية تناول عظام الطيور بصفة عامة على الخير الوفير وسعة الرزق أما تفسير تناول عظام الدجاج للمرأة العزباء دليل على تحقيق العزباء الأمنية أو هدف تريد تحقيقه منذ فترة عصيرة وأكل عظام الدجاج للمتزوجة دليل على حدوث أمر ما تستشعر من خلاله بالسعادة والسرور كما تفسير أكل عظام دجاج للرجل بيشير الحظ السعيد لهو الانتصار على الأعداء ورؤية المرأة بإن عظامها يغادر جسدها دل لذلك على قرب معاية حملها أما للعزباء في خروج عزم كسدها في المنام بيعني اقتراب زوجها أما بالنسبة لتفسير رؤية جمع عظام البكر أو الخرفان للرجل بيشير إلى سعيه وعمله الجاد الذي سيجنى منه كل الخير وجمع عظام القطط والكلاب للعزباء دليل على إنذارها بقدوم الهموم أو الفشل في كثير من الأمور بحياتها أما تفسير حلم جمع العظام للمتزوجة على نشوب الخلفات والخصوم بينها وبين زوجها والله أعلم دي كانت حلقتنا النهاردة أتمنى يكون الفيديو عجبكم ولو عجبكم لايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته